اشتركوا في القناة ويعبر الطالب بوصف شيئا ما بفقرة بسيطة خلال هذه الجلسة نستمع جيدا نفكر قبل الإجابة نجيب بصوت مسموع ونطق سليم نجيب بجملة وليست كلمة لنرى سأطرح عليك يا عزيزي أسئلة حول الصورة وأنت تجيب عليها ما هذه الصورة؟ ما هذه الصورة يا ترى؟ هذه برتقالة إذن ما هذه؟ إنها برتقالة هل هي من الفواكه أم من الخضار؟ إنها من الفواكه أحسنتم ما لونها؟ لونها برتقالي من أين نشتريها؟ من السوق إذن هذه برتقالة إذن هذه برتقالة لونها برتقالة أحسنتم؟ ما لونها؟ برتقالي أحسنتم من أين نشتريها؟ من السوق لنرى أيضا هنا لدي بعض الكلمات المباثرة ونضعها في المكان المناسب في الفقرة هنا لدي الفواكه، البرتقال، السوق، وبرتقالي لنرى البرتقال من؟ من ماذا؟ من الفواكه أحسنتم لونه برتقالي نشتريه من؟ السوق أحسنتم وهو غني بفيتامين سي لنرى أيضا ما هذا؟ إنها من الحيوانات إذن ما هذا؟ إنها بقرة إذن هذه بقرة أحسنتم أين تعيش؟ تعيش في المزرعة أحسنتم ماذا تأكل؟ تأكل العشب ماذا تعطينا؟ تعطينا الحليب إذن ما هذا؟ إنها بقرة وهي من الحيوانات أحسنتم أين تعيش؟ في المزرعة على ماذا تتغذى؟ على العشب أحسنتم ماذا تعطينا؟ تعطينا الحليب لنرى وهنا أيضا لدينا بعض الكلمات المباثرة سوف نرتبها ونضعها في المكان المناسب البقرة، المزرعة، العشب، الحليب مرة أخرى البقرة، المزرعة، العشب، الحليب لنرى البقرة حيوان أليف وهي تعيش أين؟ في المزرعة أحسنتم تأكل؟ ماذا تأكل؟ العشب أحسنتم وتعطينا الحليب والحليب هو الغني بالكالسيوم لنرى أيضا ما هذا الحيوان يا ترى؟ ما هذا الحيوان؟ لنرى هذا أرنب ماذا يغطي جسمه؟ لنرى الفرو ما لونه؟ أبيض أين يعيش؟ في المزرعة هل هو سريع أم بطيء؟ إنه سريع إذن ما هذا؟ أرنب أحسنتم ماذا يغطي جسمه؟ الفرو أحسنتم ما لونه؟ أبيض أين يعيش؟ في المزرعة أحسنتم هل هو سريع أم بطيء؟ إنه سريع أحسنتم لنرى أيضا هنا لدينا كلمات مباثرة ونريد أن نرتبها ونضعها في المكان المناسب هنا لدي الفرو سريع المزرعة الأرنب وأبيض لنرى الأرنب حيوان أليف يعيش فيه؟ أحسنتم المزرعة يكسو جسمه ماذا؟ الفرو لونه أبيض أحسنتم وهو حيوان سريع جدا أحسنتم إذن الأرنب يعيش فيه المزرعة أحسنتم يكسو جسمه الفرو أحسنتم وما لونه؟ أبيض أحسنتم وهو سريع أم بطيء؟ إنه سريع أحسنتم لنرى ما هذا الحيوان يا تورا؟ ما هذا الحيوان؟ إنه هذا أسد أحسنتم هل هو قوي أم ضعيف؟ إنه قوي ماذا يأكل؟ لنرى يأكل اللحم أين يعيش؟ في الغابة إذن ما هذا؟ إنه أسد هل هو قوي أم ضعيف؟ إنه قوي ماذا يأكل؟ يأكل اللحم أين يعيش؟ يعيش في الغابة لنرى أيضا هنا لدي كلمات مباثرة ونريد ترتيبها قوي أحسنتم يعيش أين؟ في المزرعة؟ لا أين يعيش؟ في الغابة ويأكل ماذا؟ يأكل اللحم أحسنتم ويلقب بملك الغابة إذن ما اسمه؟ أسد أين يعيش؟ في الغابة أحسنتم هل هو قوي أم ضعيف؟ إنه قوي وماذا يأكل؟ اللحم وما لقبه؟ ملك الغابة أحسنتم إذن هنا تحدثنا عن بعض أنواع الحيوانات وأيضا الفواكه مثل البرتقال وتحدثنا أيضا عن الحيوانات هم الأسد والأرنب وأيضا البقرة وإلى هنا قد نكون أنهينا درسنا لليوم إلى اللقاء في الدرس القادم